تقرير أوبك لشهر فبراير شباط الماضي أظهر ارتفاع إجمالي إنتاج النفط في الدول الأعضاء الـ 12 لدى أوبك إلى 26 مليون و 570 ألف برميل يوميا مقابل 26 مليون و 360 ألف برميل يوميا في شهر كانون الثاني 2024 هذه الزيادة قدتها ليبيا ونيجيريا بمقدار 203 ألف برميل يوميا بالتزامن مع التخفيضات الطوعية الإضافية من جانب دول عدة بينها العراق والكويت وإيران وغينيا الاستوائية حيث خفض العراق وهو الثاني أكبر منتج للنفط في أوبك انتاجه من النفط الخام بنحو 14 ألف برميل يوميا ليصل الإجمالي إلى 4 ملايين و 223 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضي التزام العراقي بالخفض الطوعي على الرغم من تجاوزه قليلا الحد المتفق عليه مع أوبك فلاس عند 4 ملايين برميل يوميا يأتي متزامن مع محاولة أوبك فلاس الالتزام بخفض الانتاج بإجمالي مليونين و 22 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول من عام 2024 وبحسب التقرير حافظت أوبك فلاس على توقعات الطلب على النفط في 2024 و 2025 دون تغيير في حين خفضت تقديرات نمو المعروض من خارجها هذا العام ورفعتها للعام المقبل حيث أبقت أوبك توقعات نمو الطلب على النفط في 2024 عند مليونين و 250 ألف برميل يوميا دون تغيير عن التقديرات السابقة ليظل الإجمالي المتوقع عند مستوى قياسي يبلغ 104 ملايين و 460 ألف برميل يوميا